توبة الله على الثلاثة الذين خلفوا ثم إن الله تاب على هؤلاء الثلاثة لصدقهم فأنزل في توبته عليهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم فلما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد عودته من آخر غزوة غزاها وهي تبوك سارعت القبائل إليه في المدينة لتعلن إسلامها وفاة أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم في أواخر العام التاسع الهجري توفيت أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتوفي رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول قبحه الله بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله عنه أميرا على الحج في أواخر شهر ذي القعدة من السنة التاسعة للهجرة بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أميرا على الحج ليقيم للمسلمين حجهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر بأمور يعلنها بالحج وهي لا يحجن بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا مؤمن وفاة إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في ربيع الأول من السنة العشرة للهجرة توفي إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنة وأربعة أشهر ودخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم ابنه وإنه مات في الثدي أي في فترة الرضاع وإن له لضئرين تكملان رضاعه في الجنة رواه مسلم ودفن إبراهيم في مقبرة البقيع وانكسفت الشمس يوم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتين من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا وصلوا حتى تنجلي متفق عليه اشتركوا في القناة